موسيقى مشاهدين سلام عليكم من مركز الاخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم اخبار العاشرة ونبدوها بابرز العنوين معاني الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية والدولية خلال لقائه عددا من المسؤولين على هامش اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بنيويورك موسيقى الرئيس الايراني يقول انه رفض عرضا امريكيا للحوار مقابل رفع العقوبات عن بلاده ونظيره الامريكي ينفي موسيقى بريطانيا تؤكد مجددا انها ستتعاون مع شركائها لحماية النقل البحري في عقابي فراج ايران عن نقلتها ستينا امبيرا موسيقى وفي اخبارنا الاقتصالية تتابعون الجامعية العمانية البريطانية تنظم لقاء تعريفيا حول الاستثمار الاقتصالي بمحافظة ضفار موسيقى وتتابعون في الاخبار الرياضية موسيقى اثارتنا كبيرة تشهدها انطلاقة الجولة الثالثة بدور عمانت لكرة القدم موسيقى اهلا بكم الى التفاصيل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل بجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية بحثها مع اليوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية خلال لقائه عددا من المسؤولين على هامشي اعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة المنعقدة في نيويورك بالولايات المتحدة يواصل الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان مع اليوسف بن علوي عقد سلسلة لقاءات ثنائية مع نظرائه من أنحاء العالم لبحث الأوضاع في المنطقة وسبل تطوير التعاون بين السلطنة والدول الأخرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك والتقى معالي يوسف بن علوي بنظيره الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك ودور السلطنة في دعم الاستقرار في المنطقة أولا أنا حقيقة جبت رسالة من فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الذي تعلمون أنتخبه أخيرا لصاحب الجلالة السلطن قابوس أولا بتمنياته له بالصحة وطول العمر وحقيقة نحن في موريتانيا لنا محبة خاصة وعلاقة قوية مع الشعب العماني وكذلك ما بين القيادتين هذا كانت هي جزء الأول من الرسالة كذلك طلعت معاليه على المنطقة والتطورات في الساحل أنتم تعلمون هناك تطورات هشة في منطقة الساحل من ناحية الأمنية في دولة مالي في دولة موركيناب فاصو وتحتاج دول الساحل حقيقة إلى دعم إخوانه واهتمامهما هم عندنا أن تكون سلطنة عمان التي لها دور مهم جدا على علم هذه التطورات الأخيرة وتطرقنا كذلك إلى العلاقات الثنائية ما بين البلدين ثم تعلمون أن سلطنة عمان قررت في السنة الماضية أن ترفع مستوى تمذيله من ثانية إلى سفارة هذه السفيرة الآن موجود وتطرقنا إلى هذه العلاقات الثنائية وارتحنا جدا على مستوى هذه العلاقات الممتاز والذي ما يحتاج إلا إلى تطور أحسن ووقع معالي يوسف بن علوي مذكرة تفاهم مشترك مع الجانب الكيمي نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم حول التشاورات السياسية لأنها تضع التعاون في أطر عملي نسعى لتنمية علاقاتنا التجارية والاستثمارية لدينا وجهة نظر متشابهة فيما يخص عدة قضايا عالمية وبحث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية مع مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد تشينكر الأزمات التي تعصف بالشرق الأوسط عمان شريك مهم للولايات المتحدة ولعب أساسي في المنطقة بحثنا دور عمان والتطورات في الخليج والهجوم الأخير على السعودية كما ناقشنا استراتيجية أمنية جديدة في الشرق الأوسط وناقش معالي يوسف بن علوي مع وزراء خارجية عدد من الدول العربية من بينها العراق ولبنان والسودان التحديات وسبل التخفيف من حدة التوترات في المنطقة التعاون بين البلدين وفي موضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قدمنا له شرحا بما يجري في السودان وما يتم هنا من فعاليات لمساعدة السودان خلال هذه الفترة الانتقالية هذا اللقاء يندرج في إطار التواصل المستمر بين البلدين وتنصيق دائم نحن نتقاسب الكثير من مبادئ السياسة الخارجية ونحن نلتقي في كثير من المواقف حول قضايا إقليمية عربية ودولية ودائما نحرص على أن نلتقي على هاميش الاجتماعات لنتبادل تقييم الوضع لنستمع لبعضنا البعض في إطار هذا التنصيق وهو نابع من إرادة جلالة المليك وجلالة السلطان ونابع كذلك من علاقات متجدرة بين البلدين السنة الماضية كنتنا في مسقيت لكانت اللجنة المشتركة واتفقنا على مجموعة من الأمور واليوم بحثنا كذلك في التفعيل مخرجات تلك اللجنة وكيف نعمل مستقبلا على أن العلاقات في كل مجالات تكون في مستوى الذي يريده قائدي البلدين المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أطلع معالي يوسف بن علوي على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا تشرفت بلقاء معالي الوزير وأنا لا أفوت فرصة للجمعية العامة لأمم المتحدة أو لمؤتمرات أخرى دون أن ألتقي به وأستفيد من حكمته ومشورته بالنسبة لحل النزاعات في المنطقة التي له فيها باع طويل وبالنسبة لليبيا بالذات التي يعرفها خير معرفة الجهود المبذولة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط كانت محور لقاء جمع معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بنظيره البولندي اليمن من القضاء التي تشغلنا وبحثنا الوضع مع معاليه وتطرقنا إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما أكملنا حديثا كان قد بدأ في وارسو حول حجة المجتمع الدولي من أجل تعزيز الاستقرار في المنطقة وبحث وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة معالي الوزير يوسف بن علوي مع الاتحاد الأوروبي تطورات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في المنطقة ووصفت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي المباحثات بالجيدة جدا لتلفزيوني سلطنة عمان هند إبراهيم نيويورك قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رفض عرضا إيرانيا برفع العقوبات الاقتصادية مقابل عقد اجتماعا مع نظيره الإيراني وكتب ترامب على تويتر إيران أرادت مني رفع العقوبات المفروضة عليها من أجل الاجتماع وقلت بالطبع لا وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد قال في وقت سابق أن الإدارة الأمريكية هي من عرضت عليه رفع جميع العقوبات المفروضة على بلاده في مقابل إجراء محادثات مع الرئيس ترامب مشيرا إلى أنه رفض العرض الذي كان مدعوما بمناشدات من قادة أوروبا موضحا بأنه لا يمكن التكهن بالنتيجة النهائية لهذه المفاوضات دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط المجتمع الدولي إلى التصدي للمحاولات والمساعي لتخريب عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أو تغيير التفويض الممنوح لها لتقديم خدماتها لأكثر من خمسة ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني ونشد أبو الغيط بتجديد التفويض الممنوح للأونروا لمدة ثلاث سنوات أخرى في التصويت الذي ستجريه الأمم المتحدة خلال شهرين نوفمبر وديسمبر القادمين أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مجددا أن بلاده ستتعاون مع شركائها لحماية النقل البحري والالتزام بالقوانين الدولية جاء ذلك في عقاب إفراج إيران عن النقلة البريطانية ستينا إمبيرو ومغادرتها ميناء بندر عباس إلى المياه الدولية أظهرت بيانات ريفينتاف لتعقب حركة السفن أن النقلة البريطانية ستينا إمبيرو التي ترفع علم بريطانيا والتي احتجزها الحرس الثوري الإيراني بدأت التحرك وغادرت ميناء بندر عباس يوم الجمعة واحتجز الحرس الثوري الناقلة لمزاعم ارتكابها انتهاكات للقواعد البحرية بعد أسبوعين من احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية قبالة جبل طارق وتم إطلاق الناقلة الإيرانية في أغسطس وأظهرت بيانات تعقب حركة السفن أن الناقلة تحددت ميناء راشد في دبي وجهة جديدة لها على بعد قرابة 250 كيلو مترا وبالسرعة العادية تصل الناقلة خلال نصف يوم كانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت لغاء أمر احتجاز الناقلة لكنها أضافت أن تحقيقا بشأن السفينة لا يزال مستمرا وقالت شركة استينا بولك المالكة للسفينة في وقت لاحق إن الشركة لا تتفاوض مع طهران وليس لديها علم بأي اتهامات رسمية موجهة للشركة أو لطاقم السفينة وكانت إيران قد أفرجت في وقت سابق عن سبعة من أفراد الطاقم البالغ عددهم 23 قال الرئيس التركي رجبطي باردوغان إن استعدادات إنشاء منطقة أمنة للاجئين في شمال الشرق سوريا تمضي وفق الجدول المحدد وجدد الرئيس التركي يتاكيد على استعداد أنقرة لتحرك عسكريا بمفردها في حال عدم تنفيذ واشنطن دورها في الاتفاق الذي ينص على إبعاد وحدات حماية الشعب الكردي عن المنطقة الحدودية بنحو 480 كيلو متر وتعتزم الحكومة التركية توطين نحو مليوني لاجئ سوري يقتنون حاليا في الداخل التركي في تلك المنطقة الآمنة وذلك حتى التوصل إلى حل شامل للأزمة السورية ونبقى في شأن التركي حيث أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الطائرات التركية استهدفت عدة مقاتلين من حزب العمال الكردستاني في شمال العراق وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الاستهداف تم في منطقة الجارة العراقية على الحدود مع تركيا في عملية منسقة بين الجيش التركي والاستخبارات وتخوض تركيا صراعا عسكريا مع حزب العمال الكردستاني منذ أكثر من ثلاثين عاما حيث أدى الصراع إلى مقتل أكثر من أربعين ألف شخص أغلقت باكستان جميع المعابر الحدودية مع أفغانستان بعد أن هددت حركة طالبان بعرقلة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم غدنا السبت وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان لها أن المعابر ستبقى مغلقة نمام الحركة والشاحنات التجارية عبر الحدود لمدة يومين هذا ومن المقرر جراء الانتخابات لاختيار رئيس أفغاني جديد غدنا السبت وسط مخاوف من حدوث هجمات واشتباكات بعد أن هدد قادة مسلحي حركة طالبان بعرقلة العملية الانتخابية في بيكين انتقلت وزارة الخارجية الصينية تقيرا صادرا عن وزارة الدفاع اليابانية بوضع الصين كأكبر تهديد يواجه اليابان وأعبر المتحدث باسم الوزارة الصينية عن استياء بلاده من التقرير الياباني قائلا إن بيكين لا تقبل انتقاد اليابان لدفاعها الوطني وأنشطتها العسكرية الطبيعيين مشيرا إلى الاعتقاد بأن الصين تمثل تهديدا للعالم هو أمر مرفوض ولا مبرر له وكان تقرير سنوي لوزارة الدفاع اليابانية قد شار إلى أن القوة العسكرية المتنامية للصين أصبحت تشكل مصدر تهديد رئيسي لأمن اليابان وقال وزير الدفاع الياباني تارو كونو إن الصين تزيد من الانفاق العسكري بشكل سريع وتنشر قوات جوية وبحرية في غرب المحيط الهادي وفي بحر اليابان عبر مضيق تشوسيما بوتيرة أكبر الأمر الذي يجعلها تمثل تهديدا أكبر على توكيو من كوريا الشمالية وأوضح التقرير الياباني أن صين أكبر جيش في العالم وثاني أكبر ميزانية عسكرية بعد الولايات المتحدة النشرة مستمرة من مركز الأخبار وفيها بعد القاصل السياحة الشتوية بمحافظة الشمال الشرقية صوتك حق فدلي به بقناعة صوتك أمانة مع تحيات وزارة الداخلية معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يبحث تعزيز العلاقات التونية والقضايا الإقليمية والدولية خلال لقائه عددا من المسؤولين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويور الرئيس الإيراني يقول أنه رفض عرضا أمريكي للحوار مقابل رفع العقوبات عن بلاده ونظيره الأمريكي ينفيه بريطانيا تؤكد مجددا أنها ستتعاون مع شركائها لحماية النقل البحري في عقاب إفراج إيران عن نقلتها ستين ايمفيرا قررت الحكومة الألمانية زيادة مساعداتها الإنسانية لليمن بمقدار عشرة ملايين يورو وزارة الخارجية الألمانية أعلنت عن حزمة المساعدات المالية الجديدة عقب اجتماع حول النزاع في اليمن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويور حيث سيصل بذلك إجمالي قيمة المساعدات الألمانية لليمن خلال هذا العام إلى 130 مليون يورو قال قصر الإليزي أنه سينظم مراسم عامة تكريما للرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك يوم الأحد المقبل حيث سيتم إحضار جثمانه إلى ساحة إليزي إنفالد بالعاصمة باريس حتى يتمكن الشعب الفرنسي من إلقاء النظرة الأخيرة عليه وذلك بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو وأضحت متحدثة باسم الرئاسة أن الأجهزة الحكومية سوف تقف دقيقة حداد تكريما له يوم الاثنين وكان الرئيس الأسبق جاك شيراك الذي ترأس فرنسا عام 1995 إلى عام 2007 وافته المنية يوم أمس عن عمر يناهز 86 عاما ارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من عشرين شخصا جراء زلزال بقوة ست درجات ونصف الدرجة على مقياس ريختر قد ضرب جزر مالوكو غربي إندونيسيا وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أكثر من مئة شخص أصيبوا في حين الحق الزلزال أضرارا بعشرات المباني وتسبب في فرار ألاف السكان من منازلهم ووجهت الوكالة نداء لتوفير الاحتياجات الملحة بعدما فضل أشخاص العودة إلى منازلهم بسبب شائعات بأن هناك زلزال آخر أكثر قوة من المنتظر أن يقع وفي سبتمبر من العام الماضي دمر زلزال قوته سبع درجات ونصف الدرجة بمقياس ريختر جزيرة سولاوسي وأدى إلى حدوث أمواج مد عاتية أسفرت عن وفاة أكثر من أربعة آلاف شخص وفي الهند توفي أكثر من عشرين شخصا جراء هطول أمطار غزيرة تسببت في فيضانات بمنطقة بوني وذكرت السلطات الهندية أن هناك نحو 12 شخصا في عداد المفقودين مضيفة أن بعض حالات الوفاة كانت ناجمة عن انهيار المباني بينما آخرون توفوا بسبب الفيضانات التي جرفتهم من جانبها ذكرت الأرصاد الهندية أن الأمطار لا تزال مستمرة لكنها تراجعت عن قوة غزارتها أما الآن مشاهدين فننتقل بكم إلى الأخبار الاقتصادية مع طلال بن أحمد الكلبان موسيقى انظمت الجمعية العمانية البريطانية لقاء تعريفيا حول الاستثمار الاقتصادي بمحافظة ظفار اللقاء هدف إلى تعريف البرامج التي تقوم بتنفيذها الجمعية داخل السلطنة وفي المملكة المتحدة بهدف تعميق العلاقات الوطيضة والقائمة منذ أمد بعيد بين السلطنة والمملكة المتحدة للترويج التجاري وشراكة وتبادل الاستثمارات بين البلدين أقامت الجمعية العمانية البريطانية ملتقا بعنوان نظرة عامة للاقتصاد في محافظة ظفار وذلك بمنتج عنان تارى صلالة محافظة ظفار هي من المحافظات المهمة في السلطنة وهناك عدة جوانب غير جوانب السياحية الذي يجب أن ينظر إليها بشكل أكبر وبإذن الله ستكون هناك فعاليات ومتمانات أخرى لتحفيز وتنويع الاقتصاد في هذه المحافظة تجدر الإشارة إلى إقامة هذا الملتقى لتعزيز الرافد الاقتصادي الوطني لما له من مردود إيجابي يصهم في التعريف بالفرص الاستثماريتي بين البلدين الصديقين من الضروري أننا إعادة تقوية العلاقات التاريخية وودية بين المملكة المتحدة وأسلطنا الحبيبة والعزيزة وغالية ومن ثم أردنا أن نتجمع الأصدقاء أومانيون وبريطانيون في مكان واحد لكي نتعرف على الآخرين لكي نندمج في المجتمع واحد تهدف الجمعية العمانية البريطانية إلى مد الجسور والتواصل وتبادل الأفكار بين البلدين في القطاعين العام والخاص قاسم بن محمد البرعمي صلالة محافظة الضفار بلغ سعر نفط عمان تسليم شهر نوفمبر القادم اليوم 62 دولارا و65 سنة للبرميل وشهد نفط عمان ارتفاعا بلغ 57 سنة مقارنة بسعر يوم أمس الذي بلغ 62 دولارا و8 سنتات للبرميل يذكر أن معدل سعر النفط العماني تسليم شهر أكتوبر القادم بلغ 59 دولارا و68 سنة للبرميل منخفضا بمقدار 4 دولارات و20 سنة مقارنة بسعر تسليم شهر سبتمبر الجهري بلغ إجمالي عدد خطوط الهاتف الثابت بالسلطة أكثر من 587 ألف خط بنهاية أغسطس 2019 بزيادة نسبته 4.8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2018 ووفق ما أشرت إليه الإحصاءات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد سجلت خطوط الهاتف الثابت التماثلية ارتفاعا نسبته 1.1% في أغسطس الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2018 وبلغ عدد منتفعي الهواتف المتنقلة قرابة 6.653 ألف خط بنهاية أغسطس الماضي وارتفع إجمالي عدد المنتفعين بخدمة الإنترنت الثابتة بنسبة 9.2% فيما بلغ إجمالي المنتفعين بخدمات النطاق العريض الثابتة أربعمائة وواحدا وستين ألف مشترك أعلنت وزارة التجارة والصناعة بأن عدد المعارض التي صرحت بإقامتها خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري بلغ عددها 87 معرضا مقارنة بـ 75 معرضا تم إقامتها خلال نفس الفترة من العام 2018 مرتفعة بنسبة 16% وأشارت الوزارة بأن المعارض التي تم إقامتها خلال الفترة الماضية من العام الحالي تمثلت في 24 معرضا تسويقيا و38 معرضا للمنتجات والصناعات الوطنية و10 معارض خيرية و7 معارض مصاحبة للمهرجانات والملتقيات ومعرض للمراكز التجارية نهاية النشرة الاقتصادية شكرا على كرم المتابعة وإلى لقاء 33 منشأة فندقية و13 مخيمة سياحيا بمحافظة شمال الشرقية في استقبال السياح مع بدء الموسم السياحي الشتوي حيث تتنوع المقاومات السياحية التي تتميز بها محافظة شمال الشرقية وبدأت أجواء السلطنة بالاعتدال ومعها يبدأ موسم السياح الشتوية بمختلف ولايات محافظة شمال الشرقية حيث الأودية الجارية والجبال الشامخة والمعالم الأثرية والتاريخية التي تستقطب السياح من داخل السلطنة وخارجها نحن هنا منذ أسبوعين تقريبا بدأنا من مسقط ثم زرنا طيوي بعدها زرنا الأشغرة والآن نحن في المخيم الصحراوي الرغبة الحقيقية لدى الكثير من السياح في اكتشاف أسرار الرمال الذهبية وطبيعتها بالمحافظة التي تعد أحد الأهم الأماكن والمقاصد السياحية خلال الموسم وما يصاحبها من أنشطة التحدي والمغامرة في أعماق الصحراء استعدت إدارة السياحة بمحافظة شمال الشرقية لاستقبال هذا الموسم من خلال الزيارات التفتيشية التي يقوم بها المختصون بالإدارة للمخيمات السياحية في المحافظة للارتقاب بجودة الخدمة المقدمة والاطلاع على كافة التجهيزات التي يقدمها الملاك خلال هذا الموسم أنا حقا مستمتع جدا بمشاهدة الطبيعة والناس الودودين وبكل هذا أنا أشعر أنني مرحب بك سائحة المخيمات السياحية التي تم تهيئتها بكافة الخدمات السياحية تحظى هي الأخرى بجاذبية خاصة لدى السياح والزوار الذين يستمتعون بركوب الجمال وعبر حزمة خاصة من البرامج المتمثلة في قطع الرمال الذهبية من خلال القوافل التي تسير من مواقع المخيمات السياحية إلى مواقع أخرى في مناطق مختلفة لعدة أيام وليالي مع ممارسة رياضات الرماية وركوب الدراجات في الدفع الرباعي وغيرها من الأنشطة الترفيهية إذن يبقى الموسم السياحي بمحافظة شمال الشرقية له خصوصيته عند الكثير من السياح لما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية متنوعة ومنفردة أحمد بن محمد المعمري محافظة شمال الشرقية ننتقل بكم الآن مشاهدين إلى الأخبار الرياضية مع مزون بن سعود الحسنية شكرا خلفان أهلا بكم مشاهدين تعادل السويق خارج ملعبه مع الرستاق بهدف لهدف وذلك ضمن افتتاح الجولة الثالثة من دور عمان تل كرة القدم في المباراة التي أقيمت على مجمع الرستاق الرياضي السويق كان المبادر بالتسجيل عن طريق خليل العلوي في الشوط الأول ورغم أن السويق كان المسيطر على مجريات اللعب في المواجهة إلا أن الرستاق عاد بقوة في الشوط الثاني ونجح في إدراك التعادل عن طريق لقمان ورغم محاولات الفريقين في خطف نقاط المباراة الثلاث إلا أن المواجهة ذهبت للتعادل بهدف لكل فريق التعادل منح الرستاق النقطة الخامسة من تعادلين وحالة انتصار في حين كسب السويق النقطة الأولى بعد خسارتين في الجولة الأولى والثانية وفي مباراة أخرى تعادل فنجا ومصقب بهدف لهدف وفي مباراة أخرى تعادل بهلا خارج ملعبه أمام صحار بهدفين لهدفين وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور عمان تل كرة القدم بهلا تقدم بالنتيجة مبكرا عن طريق خالد الهاجري ورغم محاولات صحار العودة إلا أن بهلا نجح في مضاعفة النتيجة من علامة الجزاء عن طريق إدامة ديباتي إلا أن صحار قبل نهاية الشوط الأول نال ركلة جزاء مثيرة للجدل أدت لطارد حارس بهلا عبدالله العبري قبل أن يضعها محترف صحار إدريست راوري في أشتبات مقلصا الفارق ونجح صحار في الشوط الثاني من إدراك التعادل عن طريق سالم المقبالي رغم أن بهلا تعرض لطارد مدافعه عبدالله العفيفي إلا أن صحار لم يفلح في تحقيق الفوز لتنتهي المباراة بهدفين لهدفين ليكون التعادل الثالث لبهلا وسبع نقاط لصحار من فوزين وتعادل وحيد حقق مصير فوزا صعبا على المضيبي ضمن المرحلة الأولى بدور المجموعات بدور الدرجة الأولى ورغم الفرص الكثيرة التي شهدتها المباراة إلا أن مصير نجح في خطف هدف الفوز عن طريق لاعبه عبد الملك منصور وحاول ألم ضيبي إدراك التعادل إلا أن مصير تمسك بهدف المباراة الوحيد حتى الدقيقة التسعين ليخرج فائزا بهدف دون رد عقد مدرب المنتخب المصري الجديد حسام البدري مؤتمرا صحفيا بعد تعيينه خلف للمدرب المكسيكي خافير أغويري وعين الاتحاد المصري للعبة المدرب المصري حسام البدري على أمل تحسين النتائج المخيبة التي مني بها المنتخب مؤخرا حصتنا في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم على أرضه في 2019 والتي خرج منها مبكرا رغم أنه كان مرشحا لنيل اللقاب وفي خبر آخر حيث كشف مسؤول ناديي ميلان وإنتر ميلان عن تصميمين محتملين للملعب المشترك الذي اعتزم الفريقان تشيده فوق الملعب الحالي كوسيبي ميادزا أوسان سيرو وستختار بلدية مدينة ميلان تصميم من التصميمين بالتعاون مع الناديين وقد تختار تجديد الملعب الحالي بدلا من بناء ملعب على أنقاضه ويقترح التصميم الأول تحويل الملعب الحالي إلى حديقة في حين يقترح التصميم الثاني بناء متحف فوق أرضية الملعب القديم وبعيدا عن أخبار كرة القدم وتحديدا إلى التنس حيث تأهلت المصنفة التاسعة أريانيا سابلينكا إلى نهاء بطولة يوهامة للتنس بعد فوز على المصنفة الأولى الأسترالية أشلي بارتي وجاء فوز البلاروسية بمجموعتين دون رد بسبعة خمسة وستة أربعة وستلاقي سابلينكا في النهاء الأمريكية أليسون ريسيك غدا السبت وإلى الخبر الأخير مشاهدين حيث سجل داني أرنولد رقما قياسيا جديدا في السرعة المنفردة لتسلق الجبال الوعرة في سيما جراندي بإيطاليا وتمكن أسويسري من تسلق الوجه الجبلي الذي يبلغ طوله خمسمائة وخمسين مترا خلال مدة زمنية قدرها ست وأربعون دقيقة وثلاثون ثانية متفوقا على الرقم القياسي السابق بفارق تسعة عشرة دقيقة مشاهدين وصلنا بكم إلى نهاية الأخبار الرياضية عودة الآن إلى خلفان العامري شكرا لك مزون تصميمات ضوئية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد والعام نارية تحكي قصصا من مختلف أنحاء العالم سردت تفاصيلها خلال مهرجان الأضواء السنوي الذي نظم هذا العام في العاصمة الروسية موسكو دائرة الضوء هذا هو اسم مهرجان الضوء السنوي المقام حاليا في العاصمة الروسية موسكو يعرض المهرجان تصميمات ضوئية ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد وألعاب نارية تحكي قصصا من مختلف أنحاء العالم وعلى مدار أربعة أيام تعرض أعمال فنية تعتمد على الضوء وضع تصميمها فنانون من جميع أنحاء العالم على واجهات المباني التاريخية في موسكو بما فيها مصرح البلشوي الشهير وعادة ما يشتذب مهرجان الضوء عشاق مشاهدة المعالم السياحية من جميع أنحاء روسيا وخارجها ومنهم سيرجي فلاتسانوفسكي الذي جاء خصيصا من مولدوفا لحضور المهرجان ركبت الطائرة من كيشناو في السابعة صباحا ووصلت إلى موسكو في الظهيرة وجئت إلى هنا في السادسة مساء كي أكون في مقدمة المشاهدين أحلم بمشاهدة المهرجان منذ ثلاث سنوات موسيقى النشرة انتهت مشاهدين وهذا تذكير بالعنو موسيقى معالي الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية خلال لقائه عدد من المسؤولين على هامشي أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك موسيقى الرئيس الإيراني يقول أنه رفض عرضا أمريكيا للحوار مقابل رفع العقوبات عن بلاده ونظيره الأمريكيا موسيقى بريطانيا تؤكد مجددا أنها ستتعاون مع شركائها لحماية النقل البحري في عقاب إفراج إيران عن نقلتها ستين ايمبيرو موسيقى شكرا لكم على كرم المتابع وهذه تحيات فريق العمل في مركز الأخبار إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى